اشتركوا في القناة اشترك مئة الف مرة قبل كده انا زبط شرطة شغلتي دي ممكن تبقى في الاجازات في الاعياد في المناسبات عادي بس انا زهيت معلش يا مانال سلي نفسك بقى اي حاجة وانا معادي كاسدتي ان انا اول ما افضل هاخدك ونسافر على طول خلاص هاروح بكري اخد البنتا من الحضانة ونتلع عن نادي نوعد شوية ده كلامي بقى البنت تبقى راجعة تعبانة من الحضانة وعايزة تاكل واتنام تقوم انتي تاخدها تهلكيها في النادي لا تجيب البنت من الحضانة وتيجي على بيتك على طول مش فاهمة يعني هو انت حبسني ولا ايه طالما هترجع الاستهتارك تاني يا مانال هاحبسك وهاحبسك حبس انفراضي كمان هو شام الهوى عندك بقى استهتار دلوقتي يا شام شام الهوى دوت بيبقى في اخر الاسبوع في يوم الاجازة هتروح النادي فوس الاسبوع تعملي ايه ما انا طول الاسبوع في الاجازة مو انا وراي شغلة ولا مشغلة يا شيخ انتي اللي مدير نفسك اجازة انما لو ركزتي مع جوزك وبنتك مش هتلاقي وقت حتى تنامي يا حبيبي انا برضو مركزة بس مفيش فايدة عندي وقت فراغ اوه ايش غريب ايه حاجة يا مانالقو بلاصين طب ايه رأيك يا حبيبي لو دار على شغل اهو منو صلي نفسي ونزود دخلانا او انا اشتكيتلك يا حبيبي من غير ما تشتكيلي انا حاسة بيك وبعدين كده كده انت في الشغل والبنته في الحضانة وانا قاعدة في مال الحي موتني طيب وهتشتغل ايه بقى ببكادريوس التجارة ابو تقدير مقبول ده فيه ناس واخدين الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف ومش لعين شغلانا هو فيه شغل في اليومين دول يا حبيبي قصينا جايلي عرض شغلة مع صاحبتي مونة في شركة باباها بنت مرتباها بقى والله ابدا يا حبيبي ده الموضوع جه بالصدفة اسف انا قلت لا يعني لا طب مش طارف الاول يا حبيبي حقابدوني كم مش مهم ما اعرف لان المبدأ مرفوض من اساسه ليه بس ليه اذا كنت انت وانت فاضية ومواركيش اي حاجة ومغلبانة اما لساعتك لما تشتغلي بقى هتعملي فينا ايه يا شيخ والله والله العظيمة وعيدك هنزم وقت الله طب وليه كل ايه ده لا اله الا الله ما بيتك اولى بيكي بدل ما تروح تخدمي عند الغريب اخدمي جزك وبنتك خلاص هيتم القاعدة في البيت طول الوقت ده الواحدي بينا عايز اخرك عشان ما هوى بعدين ما انا قلتلك هتقدك في مصرف البيت بقى يا اخوانتي متصورة ان انا اقومة شاعل بعد ترابيزة لما تقول ديك كلمتين دول اه لان داخلنا حيزيد على الاعل 2500 جنيه في الشهر 2500 جنيه في الشهر ليه اخوانتي هتشتغل ايه سكرتيرا ايه مراتي عنب تشتغل سكرتيرا يا حبيبيو مش اي سكرتيرا سكرتيرا رئيس مجلس ادارة يعني مش اي حاجة وبعدين ما وعيد معروفة من التسعة لاربعة ده غري البدلات والحوافز يعني ممكن داخلنا يوصل لتلات اربعة تلاف جنيه في الشهر سكرتيرا باربعة تلاف جنيه في الشهر ده انا نفسي ما باخدهمش يا حبيبي اصلها شركة استيس ماري استيس ماري؟ هم طب وبنتك هتعملي فيها ان شاء الله وما فيش هابتفق مع ماما النهاية عادية تاخدها من الحضانة وانا اول ما اخلص شغلي هروح اجيبها بسرعة وروح على بيتي طب وليه الشحطاتة دي كلها؟ كل ده عشان كملتوش اول كل شهر؟ اديك قلت ان انت مبتنفش تحصل كملتوش دولت مش عاوزهم ليه بس يا حبيبي ليه؟ اقولك انا ليه؟ لان عشان احصل اكملتوش دولت اخسر مراتي وهقطع من راحتي وراحة بنتي واحرمها من امها تمن ساعات كل يوم ما يتقدروش بتمن ده كده ان انا اساسا مش عاوز الفلوس دي ما يلزمونيش يا حبيبي انا كده كده ببقى عنده زهائينا تمن ساعات دولت انت بتبقى في الصغل والبنت بتبقى في الحضانة وانا ببقى حاموت من الزع بس لما بنرجع بنلاقي كميستني انا ان ايه دفع في البيت؟ لكن ساعاتك لو روحت اشتغلتي هنجي ناخد برد لان الشقة هتبقى فاطئة ونفسك مش فيها انت بتحذر يا شام؟ ومين انك ان انا بحذر يا منيل؟ انا كلامي واضح كويس اوي بس اللي يحس ويفهم اصدك ايه؟ انا مفهمش يعني؟ بالعكس انت بتفهمي كويس اوي بس للأسف ما بتحسيش انت بتحسيش؟ انت بتحسيش؟ ليه؟ عمل ايه؟ رنت له 100000 مرة على الانتركام ما ردشه علي لا تصدقين هو فعلا ليه للأدب؟ ما ردش لانه اكيد كان بيجيب اي طلب للجران عادي يعني هو قال لي كده بس انا مش مصدقه بس بقى حرام عليك كفاية كفاية انا راجع من شغل تعبان وفيا اللي مكفيني انت ايه؟ مش حاسة بنفسك؟ مش حاسة انت تعمل ايه في الناس؟ ما تبص في المراية بقى يا شيخة حرام عليك كفاية كنت عشان بشتكيلك منه؟ ايه في كده دائما بتحطي حميله؟ وحميله ليه؟ هو هيسم بنقتي؟ انت ليه دائما بتضطرين ان انا اتدخل واتحرج بسبب اسويتك ومعاملتك الزبالة للناس؟ ليه؟ هو انت ليه شايفني كده؟ عشان هي دي الحقيقة تدري توليلي؟ ها؟ انت ايه اللي رجعك تاني بعد ما كنت مقررة ان احنا نتطلق؟ انت بتعاتيني عشان فضقتك انت وبنتك على رهبتي؟ ههه غريبة هي ايه دي اللي غريبة؟ عشان انا لما جيت اصلحك عند مامتك كنت قصد ان يكون لطيف قوي معاك وحاولت ارجعك بالزوق ساعتها انت بقى اتفر عنتي وفردت صدرك وعضلاتك واصريتي ان احنا نتطلق ولما جيتيني هنا ها؟ ها؟ وعملتك زي الزفت سمعت الكلام وسكتتي ودخلتي وعشتي يعني ايه؟ مش فهم يعني انت بتحب تتسكي على دماغك بتحب تتلسوعي علشان تمشي عدل لكن الطيبة والاحتواء والكرم بين التطوكي على الناس انا منكرش ان خشنتك معايا خليتني فكر فيك من تاني وديك فرصة اخيرة خشنتي؟ خشنتي ايه اللي خليتك تديني فرصة اخيرة؟ ايوه بعدين الرجل لازم يبقى خشن ولا انت عايزه يبقى طاري زي ستات معقولة؟ هي دي فكرتك عن الرجل؟ انه يكون خشن وبيشوك؟ لا يا هنم للأسف الرجولة مش كده خالص الرجولة يعني اخلاق واحترام واحترام واخلاص واحتواء وحب الرجولة يعني قلب حي مايرداش انه يزلم ولا يتظلم ولا يخون مش كل اللي اتكتب في بتاعته ودكر وده انه نبتت وصلته خشني يبقى راجب الرجولة يعني احساس بالغير حب للناس مش اسوأ وفترة وبلطاجة عليهم يلا يا امر عارفين هنعمل ايه دلوقتي؟ ايبا اختي الايديا وغير هدومي والبس البجامة والشفش الشفش بيهو شاطرة يا حبيب قلبي بابا يلا بسرعة حتى نتحشى يلا مانال يا مانال مانال في ايه يا حبيبي الهوليلى اللي انت عاملها دي؟ ايه اللي انت عاملها في منظرك ده؟ مفيش كنت زهقينة فقلت اعمل حمام كريم حمام كريم؟ هو ده بس اللي انت فاضياله ومركزة فيه مينلك يا هشيما انت عايز اضرب خناقة وخلاص؟ لا مش عاوز اتنايل اضرب خناقة امر في ايه؟ بنتك يا هانم مالها هايد المدرسة بتاعتها كلمتني واشتاكتلي ان البنت انتوائية وخجولة وما بتتكلمش مع حد ولا بتلعب مع العيال في المدرسة تاني انا مش فهم اساتف دي عايزة ايه؟ دايما كده عاملة من الحبة قبة يعني قالتلك قبل كده؟ اه قالتلي بس مركزتش يعني عشان انا عارفة ان البنتيها بتتكسف حبتين في فرق كبير قومة بين الكسوف والانطوائية يا هانم يعني عايفني عامل ايه دلوقتي لازم نعرف السبب وإلا البنت هتطلع مش طبيعية ويبقى عندها خلل في التعامل مع الناس عادي يعني ما كنا كنا من الكسف واحنا صغيرين بقولك المدرسة هي اللي قالتلي يعني مش عادي ده شيء ملحوظ جدا لدرجة انها لحظت وكلمتني قالتلي والله يقوله بسببك بقى بسبب انا؟ ليه؟ علشان حظتك استخسرت تدخلها حظانة كويسة ودخلتها حظانة على قد الايد على فكرة بقى الحظانة اللي هي فيها كويسة انتي اللي امي مش كويسة انا مش كويسة يا هشام؟ ايوة! وسطحية وتفهى وجهلة كمان انا سطحية؟ وتفهى تي حاجة؟ تنشتفق تنشتفق يا حبيبتي ايوة låحي مالك يا قلبي مالك اللي تهيبة ودخلتنق ولا تهيب معلجش يا حبيبتي معلجش ح исторgence ها ممكنش منتخلني حن انتي عارفة بس مامي وبابي ايه صوتهم عالي قوي بعدش يا حبيبتي حقك علي يا بنتي حقك علي يا حبيبتي والنبي مطعياتي والنبي يا حبيبتي مطعياتي أنا مقدرش مقدرش على اللودي ده منك لله يا منه بس يا حبيبتي بس يا ألبي بس بس يا ألبي وحشيني أو يا ألبي